دعوة إلى الله مستمرة ما بتقفش الدعوة إلى الله زي السيل السيل ما توقفوش سدود السيل ما توقفوش موانع يمشي كده يمشي كده يمشي كده يعلى فوق السد الدعوة إلى الله دائمة ومستمرة وبترنفه داني كلمة شيخ الحبيب الشيخ أبو بكر الحنبالي ربنا نديله الصحة وكرمه لما يقول لك كيف بك يا عبد الله لو دعوت إلى الله أحدا فصار داعية وجهده في الدعوة أكثر منك يا الدعوة إلى الله أعظم حسنة واللي بيخدم الدعوة إلى الله بيخدم حسنة دائمة قال الله عز وجل وإن لك لأجرا غير ممنون غير ممنون يعني وإن لك لأجرا غير ممنون محدش له على النبي منه عليه الصلاة والسلام في الحسنة اللي بياخدها وغير منقوص لا نهاية له لا ينتهي لا يستطيع أحد أن يتمناه حتى فوق الأمنيات أجر النبي عليه الصلاة والسلام سره إيه إن كل مهتدي فصحفته خلاص معدلة يعني كل الحاسبات تضعف إلا قوة الحسيب جل جلاله وسبحانه وبحمده وفي لقاء اليوم أنا أدعو نفسي وأحبابي إلى سر توفيق كل موفق تقوى الله اللهم اجعلنا من المتقين اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر ونعوذ بك من العيلة والزلة والمسكنة احمد ربنا احمد ربنا على الموجود ومهما أردت من أمنية أو طموح فلا تطلبها بالحرام ولا تطلبها إلا بتقوى الله فإن تقوى الله تأتي بالمخرج أبشر أبشري أبشري بسعادة الدنيا والآخرة بالحلال أبشري بلزة الدنيا والآخرة في الحلال أبشره برضى الله وعافية الدارين بالحلال اللي يطلب الحلال ربنا أقله مراده من خير الدنيا والآخرة والذي لا يتق الله تفسد حياته وتفسد معيشته مش بالعافية قيادة الأسرة مش بالعافية قيادة الشغل مش بالعافية جمال بإيه؟ بتقوى الله تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لو تفلت منك أبنائك لو أنت اتقيت ربنا سبحانه وتعالى أولادك هيتقو الله لو ما اتقيتش ربك أولادك حيفسده ومالك حيفسد وزوجك حيفسد وقت بتقول فرصة الزواج الوحيدة بسبب ظروفها فرصة الزواج الوحيدة لها إنها تتزوج إنسان مش هتشوف في الأسبوع إلا ساعتين اللي يتسرع ويقول إزاي؟ هي مش إنسانة؟ هي مش بني قدمة؟ هو ده مش عارف إيه؟ هو الحقوق إيه؟ بس اهدى وصلع النبي عليه الصلاة والسلام صلع الرسول صلى الله عليه وسلم الرضا بالموجود يضاعف الموجود تقوى الله تغير الواقع رضيت بالأليل رضيت بالربنا أسمه رضيت بحظها الضعيف فبدر الله الحال وصارت قرة عين زوجها وصارت لها 24 ساعة 7 ايام من الذي بيده الغيب ويعلم الغيب؟ ارضى بالأليل